اشتركوا في القناة 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 ما بات يعرف بقادية حمزة موبيبي المتابعات المشاركة في القيام بواسطة الأنظمة المعلوماتية ببت وتوزيع صور أشخاص وأقوالهم دون موافقتهم والمشاركة في توزيع ادعاءات ووقع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة لأشخاص والتشهير بهم والنصب ومحاولة النصب والحصول على مبالغ مالية بواسطة تهديد الإفشاء والنسب أمور شائنة والمشاركة في الدخول بنظام المعاجل الأليل معطيات الإلكترونية عن طريق الاحتيال وحدات اضطرابات فيه في السير دياله والتهديد هذا ما يخص بطبيعة الحال جديد الملف وملف حمزة موبيبي واللي متابع به اللي سبقا وذكرت يعني الثلاثة متأمين متابعين فيه ومغلا مور مراسل جريدة إلكترونية وطنية صاحب وكالة تأكيرات سيارة بيرمدينة الريباط لأيدات محكمة الاستيناف لحكم الابتدائي وهو سنة حبسة نافذة عشرارة في درهم غرامة لكل غرامة في حق المتابعين في قضية حمزة موبيبي بعد ما تأكدت أنهم على علاقة بهذا الحساب ووقاع كلها هي هذا الابتزاز التي يقوم به كانت يقوم به هذ الأشخاص العموم شكرا لكم متتبعين وتحياتي لكم من خلال المباشر شكرا للمتابعة تنتمنى لكم السلامة والعافية شكرا على الوفاء وشكرا على الإخلاص وشكرا على المواكبة الدائمة لكل ما نقوم به من تغطية فيما يخص دنيا باطماء فاغتا بعد يومين هذي تم عرض ميلف دنيا باطماء من محكمة الاستيناف وربما هذي يكون نطق بالحكم وربما هذي نشوفوا نهاية هذ الميلف ونهاية هذي يعني هذي حمزة موبابي بيلي شغل الصغير والكبير وشغل العام بشكل كبير شكرا لكم وتحياتي لكم من مدينة مراكوش زكري معكم تحياتي لكم من خلال هذ المباشر اشتركوا في القناة